أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى وبين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا دين الحق أعوذ بالله السمعين العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد حينما جاءنا سؤال عن الطلاق الشفوي يقع أو لا يقع قلنا نحن هنعمل حلقة أو حلقتين عن الزواج والطلاق لأن مش قضية الداعية أنه هو يقول الطلاق يقع أو لا يقع مش هي دي القضية يعني ودربنا مثال زمان بمسألة مثال لو طبيب عنده عيادة يقول ده مريض وده مش مريض ما انتهاش دور الطبيب عند كده إنما المريض نعمل معا ايه واللي مش مريض بيشتكم الحكاية دي ليه وهكذا يعني دور الداعية أن يوصف للناس كيف يكون الزواج وكيف يكون الطلاق نحن نرى أن المسلمين في الحقبة الأخيرة أبدا ما تزوجوا على مراد الله في قرآنه ولم يطلقوا هكذا على مراد الله في قرآنه ومن باب أولى أن يكون المسلمون في الحقيقة يجب أن نكون نبراسا للعالمين في مسألة الزواج والطلاق لأن ما فيش كتاب يعني يضارع القرآن الكريم أنه ما ترك شيئا إلا وتكلم فيه باستفاضة ليفيد المسلم الحق من دينه ومن حقيقة تدينه لله تبارك وتعالى ومن باب أولى أن يكون الزواج والطلاق على قدم المسواف الأهمية عند المسلمين في الحقيقة لما تبحث عن آيات الزواج في القرآن حتى تجدها موجودة في سورة الروم الآية 21 من سورة الروم وأرجو أن نفتح الكتاب وأن نتعلم كيف جاء القرآن باعتبار أن الزواج في الإسلام من آيات الله تبارك وتعالى طبعا مع بداية الحلقات إحنا سيبنا أكتر من تعريف لحضراتكم علشان تعيش الكلمة وتشوفها مضارها عندك إيه في التلقي فمثلا لم نقف على تعريف لكلمة الدين لم نقف على تعريف لكلمة الآية إحنا بس اعترضنا وقلنا إن مثلا لما يقولك إيه دي معجزة أو مثلا القرآن يطلق على بعض الأمور آيات وإحنا نقول وإحنا بنشرحها للناس إنها معجزات كلمة معجزة زي ما اتفقنا ما هياش واردة لا في القرآن ولا في مفهوم اللسان العربي حتى عن الله تبارك وتعالى وقلنا إن القرآن مثلا يقولك إيه معجزة القرآن القرآن مش معجزة القرآن 6236 آية من آيات الله تبارك وتعالى وكلمة آية ما زلت مصر إن أنا معرفهاش لغاية ما حضرتك تبحث في مفرداتك عن تعريف لهذه الكلمة لكن مش غريب ولا عجيب إن تلاقي قول الحق تبارك وتعالى في الآية 21 من سورة الروم ومن آياته شوف التعبير القرآني كده ومن آيات الله يعني أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتشكنوا إليها الآيات كلها فيها إبداع لساني بياني بلاغي يحتاج إلى وقفات في الحقيقة ومن آيات الله تبارك وتعالى التي عددها القرآن أن الإنسان سواء ذكر أو أنثى طبعا خد بالك الآية بتوجه الكلام للذكر والأنثى فالكلام موجه للذكور أن جعل الله له زوج وللإناس أن جعل الله تبارك وتعالى لها زوج فكلمة زوج تصحه للذكور وللإناس تقول محمد زوجه خديجة مثلا أو خديجة زوجه محمد كلمة زوج دي لا بد وأن نقف على مدلولها إحنا قلنا كلمة المعنى في اللسان العربي أو في لسان القرآن كلمة لا وجودة لها ما فيش معنى للكلمة كلمة يساوي مش معروفة لا في اللسان العربي ولا في لسان القرآن فلما تيجي تسأل بالمعنى اللي أنت عايز توصله يقول لك مثلا ما معنى زوج لا قول إيه بقى ما مدلول كلمة زوج في هذه الآية يعني إيه زوج الزوج هو الصنف المطابق للصنف المشار إليه فلذلك صدق الله إذ يقول وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أنفسكم هنا كلمة حيرت العلماء وحيرت المفسرين وطبعا آية النساء ليست ببعيدة عن إشكالية خلق حواء فأنا في الحقيقة يعني اعتمدت حلقة أو حلقتين لخلق حواء لكن عايزة بقى يعني نكون وصلنا بيكم لمرحلة عالية جدا من البلاغة أو البيان اللساني علشان ما تتعبناش في صورة النساء فأنا عشان كده أجلت الكلام في خلق حواء لأن فيه مهاترات ومناقشات لا أنا مش شايف لها داعي لكن الناس عاملة كده فالكلمة هنا فرضت نفسها مرة أخرى علينا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فهل معنى ذلك أن زوجتي مخلوقة من ضلعي ما هذه الإشكالية الأديمة هل حواء خلقت من ضلع آدم اليهود والإسرائيليات فرضوا عليكم المعنى دا والمعنى دا أصلا ملوش أي مدلول لا في القرآن ولا في نافلة الرسول المتواترة إطلاقا مش موجود إنما اليهود عايزين كده الإسرائيليات في التفاصيل عايزة كده إن حواء مش عارف آدم نام في الجنة متوحش فصحل إيها جنبه لا أضلعي مش عارف إيه دا كلام فارغ أصلا شوف إحنا أجلناها ما نشتغلهاش في حكاية خلق حواء اتفرضت علينا في صورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيه بقى من أنفسكم هنا من ضلعينا برضو طب والكلام للرجال أو للذكور دون الإناس ولا الآية مشتركة للاتنين فهنا بقى سنكشف النقاب عن من أنفسكم يعني من طبيعتكم من نفس تكوين النفس المشار إليها بالزوج كمان مرة يعني إيه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني من عظيم صنيع الله تبارك وتعالى أن جاء من نفس تكويني بجنس مغاير لتحدث المزاوجة أدي معنى الآية لكن لا يمكن حيكون من أنفسكم يعني من ضلعكم زي صورة النساء أنا سيبها دي لما نروح لها بس بإذن الله لما هنروح لها حيكون أنت تكوين عندك رصيد بياني وبلاغي يفاهمك آية النساء ببساطة جدا وبتيسير شديد إن شاء الله شوف هنا العظمة بقى في الأداء ومن آياته يعني ومن عظيم صنيع الله أن يكون في حكمته ومن حكمته أن يأتي بزوج من طبيعتي على جنس مغاير فإذا كان الكلام موجه للذكور فالكلام عن الإناث وإن كان الكلام للإناث فالكلام عن الزكور لكن الزوج هو الذكر والأنثى من نفس التكوين والتركيبة اللي هي إيه الطراب والماء والطين ومن ثم فالذكر والأنثى خلقهم الله تبارك وتعالى في وقت واحد يعني آدم وحواء على الأسماء اللي أنت فهمها نقول إيه كمان بقى اعتبرها الله آية من آياته يعني من عظيم صنيعه ودي نبدأ وأنا كده برضو اديت لك تعريفة هو للآية ما معنى الآية مش المعجزة ده المعجزة يا جماعة تبقى مستحيلة الحدوث هنا بيقول ومن آياته يعني حاجة بتحصل يبقى كلمة معجزة طلحها بره القموس طلحها بره اللسان العربي واللسان القرآني ملهاش وجود كلمة ملهاش وجود ومن آياته طب الزواج بيحصل ولا ما بيحصلش ما يبقاش الآية معجزة بقى لأن المعجزة دي المفروض حاجة ما بتحصلش وأنا شرحت لك قبل كده ربنا يعجزنا إحنا ليه؟ إحنا مين؟ المعجزة يا سادة بيننا الدين يعني بشر يعجز بشر لكن إله يعجز بشر مش وارد كلام مش وارد فأعد تعريف الكلمات عند نفسك وارجع إلى القرآن واجعله مصدرك في التلقي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني من ذات الطبيعة والتكوين فإن كان آدم من طراب فحواء من طراب إن كان من طين يبقى من طين من فخار من فخار فمراحل التركيب في الخلق لآدم وحواء على قدم المسواة سواء بسواء أنا كده بمهد برضو الآية صورة النساء لما نيجي لخلق حواء عشان الأسئلة الكتيرة اللي جات في خلق حواء شوف بقى المولى بيقول لك إيه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً علة خلق الزوج بقى لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فمن الذي خلق ومن الذي جعل إنه الله تبارك وتعالى فأي إعلاقة زوجية ما فيهاش السكن والمودة والرحمة فهناك خلل في الاختيار هناك خلل في الاختيار عليك أن تحمد الله عليه إن بدى لك مبكراً يعني لما تلاقي مثلاً اتنين متزوجين ما فيش بينهم شهور ويقول لك أنا مش مش مرتاح معاها أو أنا مش مرتاح معاها هذا الخلل اللي بنبادر ده هذا فضل من الله تبارك وتعالى وتأكد أن سوء الاختيار يقع على عاتقك أنت أنت اللي معرفتش تختار فالثابت في النافلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصل بأن تختار ذات الدين وأن تختاري الرجل ذو الدين لابد وأن يكون الاختيار يعني وانت بتبحث عن زوجة أو انت بتبحث عن زوج أنت بتحط الشروط إيه والمواصفات إيه لابد أن تكون الشروط والمواصفات على مدار السكن والمودة والرحمة اسمع الآية بتركيز ومن آياته بعض الشراح يعتبر أن الزواج آية من آيات الله وبعض الشراح يعتبر الزواج آيات من آيات الله فأي الزواج أي الزواج اللي يطلق عليه كده الزواج الناجح الذي تم على مراد الله تبارك وتعالى في الخلق لأنه اسمع هو بيقول إيه في الزواج معلش أنا عايزك توقع الآية في قلبك ومن آياته أن خلق يعني لما جي المولى عز وجل بيتكلم عن الزواج اتكلم عن إيه عن بديع صميعه في الخلق يعني ارجع تاني بالزاكرة قبل خلق آدم ولما بنقول خلق آدم يعني خلق آدم وحواء ارجع بالزاكرة كده ساعة قضى الله أن يكون هناك خلق قضى سبحانه أزلا أن الخلق ده يبقى ذكر وأنثى لتستقيم الحياة ومن ثم فمسألة المثلية بالمناسبة بقى وكان عندنا برضو طلبات في الكلام في الموضوع ده أنا أرى أن مثل هذه الأمور لا ترقى أن احنا نتكلم فيها أن احنا مثلا نعمل إيه حلقات عنها ولا حلقة إنما ممكن أخدها عارضا هذا العارض يفرده علي النص القرآني ومن آياته خد بالك بقى أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم هنا يعني من طبيعة التركيب الخلقي لكن الزوج مغاير في الجنس في النوع يعني أنت بتقول مثلا الجنس البشري ذكور وإناث أو إناث وذكور ما عندنا مش مشكلة يبقى التغيير مش في الجنس إنما التغيير في نوع الجنس ذكر وأنثة وكل آيات القرآن اللي جات في الزواج الذكر والأنث فالمثلية مسألة مرفوضة بالمنطق المجرد بعيد عن عظمة بديع صانيع الإله الحق يعني المثلية ذكور وذكور إناث وإناث مسألة تأباها النفس البشرية الواعية بالمنطق المجرد بعيدا عن عظمة الأداء البياني في اختيار المولى عز وجل أن يكون الزواج من آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أظن الآية 21 أظن 21 21 الروم من الوضوح بمكان أنها لا تحتاج إلى شرح طب بتقول لي بنشوف حالات زواج كثيرة مش نجحة في خلل في الاختيار في خلل في مسألة القبول في خلل في مسألة البحث وعشان كده بتلاقي الزكر الرجل يحتاج إلى من تكمله مسألة إيه دائرة الحياة يحتاج إلى هذا وكذلك المرأة واللي بيضحي ببعض الشروط اللي أقيم عليها القرآن والنافلة الحق والسنة الإلهية في الخلق هو اللي بيتعب واللي يتجاوز عن بعض حقوقه فيما أراد الله من الزواج هو اللي بيتعب وهو اللي قد تلجئه الظروف إلى الطلاق ومن آيات الله ومن عظيم صنيع الله إنه عمل مسألة إيه الطلاق فالطلاق مسألة أحسن فيها الإسلام إلى احترام الإنسان إلى نفسه يعني لما تسمع أن بعض الشرائع ما فيهاش طلاق فتلاقي الزوجين عايشين على مضض يقولك إحنا ما عندناش طلاق يعني إيه الديانة كده إنما من عظيم صنيع هذا الإله الحق إنه أبدا قضى بالزواج والطلاق الزواج إلى ما لا نهاية إذا كانت الأمور متسقة والعلاقة ناجحة والطلاق يعتبر من أفضل الحلول إذا كان هناك اختلاف في طبيعة كل زوج أو أو الزوج مش شايف أن زوجه بيكمل مع المسيرة على مراد الله من هذه الآية واحد وعشرين من صورة الروم احفظوها عن ظهر قلب إن كان الزواج فيه سكن ومودة ورحمة فالمجتمع قبل الزوجين يطالب باستمرار هذه العلاقة طب إذا كان فيه خلل هذا الخلل قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها يبقى من رحمة الله تبارك وتعالى ومن عظيم صنيعه الطلاق لكن شوف إزاي كما قضى الله بالزواج كيف قضى بالطلاق إن شاء الله في حلقات الطلاق سنقول إن الطلاق حل بعد ممارسات من الرجل الذكر والأنثى والعائلتين شوف بقى إزاي المولى رسم الطريق للطلاق يعني إحنا عندنا الآية واحد وعشرين من صورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات يعني عشان كده أنا قلت لك في شرح قاله إيه الزواج آية من آيات الله لكن الشارح الواعي قال إيه كمل الآية حتى الطبعيد الأولاني ما غرنيش لكن كمل كده إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وبرضو يعني بحب بلفة الأنظار ما قالش يتدبرون ما قالش يتفقهون إنما جاب إيه يتفكرون لأن خلاص الزواج أصبح حقيقة واقعة في المجتمع الكل شايفها وعرفها وبيأديها لكن نعجب جدا لمن اختلف بين زوجه ذكور أو إناس يعني ويقول لك أصلاحنا عائلتنا ما بتطلقش يعني إيه هل أنت تخالف الشرع الحكيم أو الشارع الحكيم أو الله تبارك وتعالى يعني إيه الجمل دي لابد وأن تخرج من قاموس المسلمين ما فيش حاجة اسمها قلت أصلاحنا فعائلتنا مع عندناش طلق تعرف اللي بيقول كده معناه بيقول إيه إنه رافض القرآن الله الذي قضى بالزواج واعتبره آية من آياته هو الله الذي هو هو الذي قضى بالطلاق وفي نهاية مطاف المحاولات قال لك إيه وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته وحنبقى نعرض للآيات لكن الشاهد في كلامي أن أنت وانت بتتكلم عن الزواج احذر احذر وأنت تختار شوف التعبير اللي جاي كده شريك الحياة الزواج ده اسمه شريك الحياة شريك ولذلك الواعي من الشراح الذي قال إن الزواج في الإسلام يقصد الإسلام رسالة محمد بن عبد الله لأن احنا قلنا إن الدين عند الله الإسلام من عهد آدم لكن القرآن كتاب الله الذي أنزله على رسول الله محمد كتاب الخاتم كتاب الأمة أمة محمد دي خير أمة أخرجت للناس الإسلام عندنا شركة مساهمة عرف الشركات المساهمة عرف شركات الأسهم دي كل زوج بيسهم في إنجاح العلاق فالزواج عندنا في الإسلام شركة مساهمة تقوم على قاعدتين اثنتين لا ثالثة لهما والقاعدتين التدبر فيهم يوريك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيه القاعدتين دول تشوف المولى عز وجل بيقول كده إيه فإمساك بمعروف والقاعدة التانية أو تسريح بإحسان أقولها كمان مرة الزواج في الإسلام ومن كتاب الله تبارك وتعالى شركة مساهمة لازم كل زوج يقدم كل ما يملك من أسهم من أسهم إنجاح الشركة يقدم كل ما يستطيع من أجل إنجاح الشركة شركة المساهمة هذه الشركة دي بتقوم على قاعدتين ما لهمش ثالث القاعدة الأولى وهي اللي إحنا عايزينها لأن القاعدة التانية يعني لابد أن تسلك بعض المسالك حتى تصل إليها لكن شوف كده فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان خد بالك من كلمة معروف مع الإمساك وكلمة إحسان مع التسريح اللي هو الطلاق هذا هو الزواج في الإسلام لا يعرف لا مجادلة ولا مناقشة فيما قضى الله تبارك وتعالى به إن طبقت ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا السكن وجعل بينكم مودة ورحمة السكن والمودة والرحمة يبقى خلك في القاعدة الأولى وإلا فالقاعدة الثانية أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا صحيح ديننا وأن لا يلجئنا إلى غيره ولا إلى غير كتابه إن الله ولي ذلك والقادر عليه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذي يوقيم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ترجمة نانسي قنقر